ادم ساحب يساعد الدولي عمد السمكري وإدليس سراغة صديقي وعوروش متيج ثم ساعد السنوني ساعد الكير صالح العمري عمد ستاح ادم ادم ساحب يساعد نعم كما طريات الازرق في الرياض خلال الموسم الجديد حضور جماهيري كبير واكبر من المتوقع في مثل هذه المناسبات وفي هذا التوقيت بعد ستة واربعين يوما الهلال يدخل هذه المباراة وسط هذا الكرنفال ويبدأ الكرنفال نعم لقد بدأ الكرنفال على طريق السرخي ملك نوبت سابيت هدف اول مع الازرق يسجل الآن وبهذه عصورة الغاية الجمال وفي غاية الروعة حيث الانطلاقة الأولى ينجح الصربي بكسب قلوب العشاق الزرق من الوهلة الأولى وبهذه الراسية في شباك عبد الرحمن كميل هكذا أكمل الكرة بالراس الموسم الماضي بل حتى منذ نهاية الموسم الذي قبله وكان له تأثير في دور الإعجازي هجوم كويت الآن الله الله هدف جميل لكن بعد ذلك روبن نيفس وسالم أنه مباراة وولفسبورغ عن نمساوي أما المباراة الأخيرة لدينا تقدم وسامي جريس يحتسب ركلة جزاء خطف القلوب وبالنسبة لي أهدافك وحضورك هل يبدأ كذلك هذه الأمسية وهذا الكرنفال نعم 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 وقف عبد الرحمن كميل ووضعها على يسارة الهلال سيتجه بعد ذلك إلى كاس الملك سلمان للأندية الأبطال العرق والخناسي مرة أخرى مهاجم خطير وكبير وصولات وهداف يعيد كرة سعود يجرب حل التهديث هذا الحل بالنسبة للظهير الأيمن وقال بأن الهلال فريق يرغب بالبطولات لذلك نريد أن نفعلها الآن الكوات الكوات كادان يفعلها محمد الحام الجريس والارتداد الأزرق تذكر جيسوس تذكر المرتداءات الآن سرعة الهلال في الارتداد دائما ما يكون مع جيسوس أفضل وأقوى وأسرع هذه الحليمة المعتادة على مباريات الهلال والكويت كرة في الجانب الأيمن ميشايل يتحرك الآن الله الله الأعصار الأزرق قادم الأعصار الأزرق قادم في منظومة في مؤسسة في محبة محبة الجماهير لها ومحبة للنادي ميشايل أي أعصار نجح الهلال بأن يحضره إلى الرياض ليضرب ولا يبالي قوية بيمناء على الكويت هذه النتيجة حتى طبعا هذه اللحظة هي أكبر نتيجة بين المواجهات بين الهلال والكويت الكويت الله الله يا ياسين العامري ياسين عامري يسدد كرة هذا الجناح التونسي دون رقابة تعاقر في العودة والكرة اللي قفاز المعيوس لمسها الكويت الكويتي في مباراة ودية قبل عامين هنا في استاذ الملك فهد الدولي هنا بهدفين مقابل لا شيء نجح الهلال عن طريق متعب المفرج وعبدالله رديف من تسجيل أهداف تلك المباراة الودية قبل عامين الآن هنا محاولة وانطلاقة مبكرة وكرة في المربى التغطية حضرة سريعة عن طريق ناصر الدوسري ناصر لمسة من صابتش على كاريو في جهة اليمنى كاريو يرسل كرة عالية جميلة بالرأس رائعة جدا واضح عن قيمة صابتش طور المجموعات في الدوحة هدفين مقابل لا شيء للهلال الآن هنا هجوم حاضر وكرة ركلة جزاء نعم ركلة جزاء لمصلحة في سعود هدف ثاني في مسيرة مع الهلال مباراة ودية السابقة نجحة في التسجيل في وولفوسبورد والآن يتقدم نجحة فعلا بالتسجيل هذه المرة من علامة جزاء وضعها صعبة على عبد الرحمن كميل حاول من خلال بهذه الانفرق البرتغالي يوقع على أهداف المسائل العربعة الزرقاء صابتش وسالم وميشيل روبين رابعهم أربعة اثنين للهلال هكذا الكويت من جديد في الجانب الأيمن محاولة قائمة يا السلام يا السلام يا السلام جميلة جدا تركوا تركوا الأمر ليسجل لا لم يسجل هذا الارتباك الذي أحدثه يوسف ناصر وفيصل زايد قبل التنفيذ كرة ترسل باتجاه رديف ترضيك حاضرة تحتاني حافظ على كرة الله 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 على كرة الله لو اكملت تكمل ممكن الآن لكن في النهاية جملة هلالية يافعة لكن لكن الآن الكويت الله يوسف ناصر والعويس في لطة واحدة كانت ثلاث دقائق قدرت كرة ترسل عالية جميلة جدا كرة ذهبت إلى ركلة مرمى لمصلحة الكويت عالية جدا وجميلة ورائعة والكرة في المرمى ركلة جزاء نعم ركلة جزاء يوسف يتقدم يضع بفوز تاريخي أول على الهلال إذ لم يفوز لا رسميا يا عقلة يا عادل ولا وديا الهلال ينجح برباعية كشف البرتغالي خرخ خسوس المدير الفني للادي ذهل السعودي على أصابة البرزالي نمار جونيور مجمو الفريق وزركا على التعاق وإدماعه وتقديمه للجمهير وقال خسوس خذل المؤتمر الصحفي نمار من الأفضل اللاعبين في العالم وصير ضيفنا كثيرا وده أصابة مشيطة ستمنعه من المشاركة في التدريبات خذل الأيام المقبلة ولم تتحدث مد غيابه حتى الآن وضيف المدارب البرتغالي لا أعلم لماذا تنمس دعا نمار لقائمة منتخب البرازيل لكن تواجد اللاعبين البرازيلي في فريقنا نمار وملكوم ومشاي سيدنا كوة لأن المهارة الفردية مهمة مثل الجنوب التكتيكية وواصل عن لقاء الهلال والفايحاء الفايحاء لعب غيرا في الدفاع والأجواء الاحتفالية لتسبقات اللقاء لم تؤثر على اللاعبين اشتركوا في القناة